أروح مع حضراتكم بقى لصورة وتعليق والحقيقة يعني مش عارف أقول إيه الصور اللي معانا النهاردة هي بنفسها بتعلق على نفسها صور من البهجة، صور من الفرحة، صور من النقاء السريرة وصفاء القلب والود الصافي وعلى الجانب الآخر صور من الاستعاب والتحمل والابتسامة اللي لا تفارق الوجهة صور الأطفال وهما بيجروا علشان يروحوا يتصوروا مع الرئيس الصورة الرئيس كان رايح يقول كلمته والأولاد بيجروا عليه بمونتها الود بمونتها الحب زي ما قالت نورهان من غير خوف حسين بأبوة رايحين بود خلوا بالكم إنه الصدق لا تقطق القلوب يعني الأطفال دول على أعلى درجة من درجات النقاء فمش هيحسوا بالراحة والسكينة دي إلا لو كانت قلوبهم فعلا مرتاحة ويستشعروا ود متبادل يعني الصور ملفتة جدا خلونا نشوف بس صورة الرئيس وهو بيلقي كلمته واقف على البوديوم وبيلقي الكلمة لإنه كان ملفت فيها أكتر من حاجة أولا إنه البنوتة دي اللي لابسة أبيض دي اللي فاتحة بقها قدي إيه كانت بتبص بنظرات فيها انبهار وسعادة غريبة والبنت التانية اللي قدامه الرئيس تكلم معاها التك على كلمة كده هو بيبوصلها كانت قاعدة حط أديها كده على البوديوم وبصة بسعادة غير طبيعية بيحكوهم وهو بيقول لهم طب أنا عايز أتكلم وحتصور مع الكل يعني في الآخر هتصور مع الكل ويدحكوا ويأطعوه في الكلام فيضحك يضحك معاهم من قلبه ببساطة وهم فرحانين بلا أي تكلف ويقول لهم طب أكمل بس كلمتي يجي طفل صغير زعلان في طيب خطر يقول له لأ تعالى أقع في جنبي في نفس المكان هنا وهتصور مع الكل بس أكمل الكلمة الحقيقة يعني الرئيس يعني مش محتاج تكمل الكلمة يعني الموقف قال كل الكلام قال كل الكلام اللي ممكن يحصل قال قد إيه يعني يوم كامل رئيس مقضيه مع الأولاد قد إيه اهتمام بتفاصيل كتيرة جدا قد إيه كلام فيه دعم وفيه محبة وزي ما قلت الشعرة اللي بتفرق ما بين إنك ما يكونش فيه شفقة وفي نفس الوقت ما يكونش فيه مبلغة بحيث إنه ما تأثرش تأثير سلبي على الولاد حب صافي وود صافي الحقيقة هي فعلا احتفالية أسرية مش احتفالية رسمية ملفتة جدا الولاد هما بتصوروا في الآخر اللي يحط يده على كدف الرئيس بيحاولوا يبعدوهم وبرضه بشكل شديد الرقة وشديد التهذيب يعني الولاد مش عايزين يمشوا عايزين يفضلوا ويتصوروا فرحانين فالحقيقة الملفت في الموضوع إنه الرئيس اللي بيمتاز بهذا القدر من القوة وهذا القدر من الصلابة والحسم والحزم يمتاز أيضا بهذا القدر من رقة المشاعر يوم بيقول إنه الدولة المصرية هي الدولة القادرة وبامتياز